السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحبابي متابعي قناة سمارتي إنجليش في كل مكان وفي أي زمان لكم منك جزيل الشكر والتقدير على وجودكم معنا في قناة سمارتي إنجليش ومتابعة حقيقية للستركتور وده نموذج هيل جدا هو تعليمي بالدرجة الأولى استفيد من جوه هذا الفيديو في حاجات كثيرة جدا منها هتتعلم استراتيجيات متنوعة للتعامل مع جرامر التوفل بمنتهى السهولة واليسر كمان هتتدرب على إزاي تطلع الاختيار في منتهى الدقة وبمنتهى السرعة هتستفيد من داخل هذا الفيديو بحاجات كثير جدا هنتدرب فيها مع بعض في جرامر التوفل وتحديدا في الجزء الخاص بالستركتور ودول 25 جملة في غاية من الأهمية فيلا بينا ما تروحش في أي حتة ويلا بينا يا بطل أهلا بكم يا شباب أنا عنور واللي أول مرة يشتفنا يا ريتي يشترك حالا في القناة دلوقتي ويفعل زر الجرس على إشاراتك كل حتى يتمكن من متابعة كل جديد وحصري على على بركة الله نبدأ يا شباب معنا وحدة القياس التي تسمى القدم بتعتمد أساسا على متوسط حجم قدم الإنسان فين الخطأ في هذه الجملة بسرعة كده أو على طول عشان ما نغيبش وناخدش وقت كلمة هذه الخطأ يا شباب واحد يقولي طب ليه هذه الخطأ أقول لحضراتك لأن لو بتتكلم على واحدة القياس في الماضي تمام هذه الوحدات كلها بقى فيه مقاييس عالمية دلوقتي فيه ميجورمتز تمام واتغيرت فالكلام ده كله في الماضي فكانوا بيعتمدوا لذلك عشان يكون ماضي تام كان يعتمد على يبقى تصحصح معاك كده بسرعة وتخلي بالك أن الفعل ده في ما ينفعش أستخدمه هنا في هذه الصيغة لازم أقول هات باستخدمه باستخدمه رمكسي سيئة العالمية باستخدمه حول عصول بسرعة كده. ده الفاعل. فاعل في الماضي. وارول الابجيكت. اين جره مجرور. واف جره مجرور ايضا. لكن خطأ. كلمة يعني التحريم. ما ينفعش اجيب بعد لازم اجيب المصدر زي ما حلوق عارفين. اللي هو الفاعل في التصريف الاول. فيبقى التصحيح واستبدال كلمة بكلمة بروهبات. لتصبح هذه جملة. بيقول كلمة تكنولوجيا. تشير الى الاكتشافات والاختراعات التي ساعدت الناس في تحسين معيشتهم او طريقة معيشتهم. تمام? لو بصنا على هذه جملة اللي ده تكنولوجي ده السبجيكت. والفيرب ريفير تو. وده الابجيكت بتاعي. هباره عن كلمتين جمع. وبعدين الجملة الوصفية من عند ذات هنا كده. كل دي جملة وصفية. تمام? فيها خطأ? ايوة فيها خطأ. الكلمة اتس اللي هي موجودة دي حضرتك اللي موجودة عندنا هنا. لو بصيت على كلمة اتس هتلاقي صفة ملكية. هي عائدة على مين بقى? عائدة على البيبل. البيبل ده برولر يعني جمع. ما ينفعش بهذه الصيغة ابدا. استخدم اتس مع بيبل. لازم اقول دير واي. دير واي. لذلك الاجابة الصحية واستبدال كلمة اتس الكلمة دير. لتصبح هذه جملة. بروكلين نيويورك had a population of about twenty three thousand when it becomes a city in eighteen thirty eight. بيقول مدينة بروكلين في مدينة نيويورك كان لها تعداد تقريبا تلاتة وعشرين الف نسمة عندما اصبحت مدينة في سنة الف دمينة اربعة وتلاتين. طبعا السبجيكت بتاعي بروكلين ونيويورك ده السبجيكت. وهاد ده الفرب. وابيبيوليشن ده المفعول بتاعه فيه جر ومجرور. وفيه الرقم عندي. وبعدين هون. هادي الرابطة الكنيكتور بتاعتي. وهادي الفاعل في الجملة التانية. يبقى لازم تحط فعلي يتناسب مع الفاعل اللي في الجملة الاولى. حضرك استخدمت الباس سيمبل في الجملة الاولى. هاد. يبقى ما ينفعش تستخدم بريزن سيمبل في الجملة التانية. لازم اقول على طول became. استخدم فاعل في الماضي البسيط بعد الفاعل في الجملة التانية. لذلك تصحيح هذه الجملة. هو استبدال كلمة becomes بكلمة became لتصبح هذه الجملة صحيح. نمبر تويني. بيقول الناس يستطيعون ان يتذكروا الكثير من المعلومات لفترة اطول من الوقت عندما يستخدمون اكثر من حاسة في عملية التعلم. ده معنى الكلام. نحلل الجملة ونشوف الكنيكتور بتاعتي هوين موجودة معنا. يبقى فيه جملة قبلها وجملة بعدها. يعني عندي two clauses. الجملة الاولى اللي هي الكلوز الاولى. people subject can remember the verb. شكرا. الهون قد الرابطة. تعال نشوف فاقه. في عندي subject بتاعها. ايوا فيه subject بعدها. they والverb use. حلوة اوي. يبقى الجملتين صحيحتين والتلكيبة صحية. اما الفين الخطأ بقى. ابص على كلمة higher periods. الperiods يعني مدد معينة من الوقت. يبقى لازم اقول longer periods. هنا المعنى هو اللي مهم جدا في هزي الجملة. ما ينفعش اقول higher periods. يعني فترات اعلى. لكن لازم اقول longer periods of time. لذلك التصحيح لهذه الجملة هو استبدال كلمة higher اللي معناها اعلى بكلمة longer اللي معناها اطول لتزبح هذه الجملة. number twenty one. jazz first flourished in new orleans, louziana and then spread at cities all across the country. بيقول لقد انتعشت وازدهرت موسيقى الجاز بداية في مدينة new orleans في ولاية لوزيانا. and then spread at. وانتشرت بعد ذلك الى المدن في جميع انحاء البلاد. ده معنى الكلام. لو بصنا على هذه الجملة وعملنا لها التحليل المزبوط. هنقول jazz first. jazz the subject. وfirst the adjective. وflourished the verb in the past. تمام. والجملة الاولى صحيح. and رابطة تنسيقية. then حين ازل ظرف الزمان. spread. subject تم الغاءه لانه واحد في الجملتين. لاحظ هذا الكلام يا شباب مهم جدا. هنا طبعا الفعل spread. ده الفعل بتاعي في الجملة التانية بعد الرابطة التنسيقية and. واحد يقول لي طفين الفاعل. اقول له jazz هي الفاعل ايضا في الجملة التانية. spread معناها انتشرت في كل ارجاع البلاد. حط بقى الحرف الجر اللي ورا spread صح. حضرتك جايب لي. المفروض تبقى spread two cities. انتشرت الى جميع المدن. يبقى two وليس add. تصحيل هذه الجملة واستبدال كلمة add بكلمة two لتصبح الجملة صح. number 22. flower have long been cultivated and bred for their beauty and their fragrance. بيقول الظهور قد تم زراعتها وتربيتها من اجل جمالها ورائحتها الزكية. ده معنى الكلام. لو بصينا على تحليل الجملة هلأ flower ده فاعل ولازم هي دي الجملة صحيحة. لازم اقول flowers يا شباب. حضرتك جايب الفيرب هاف يبقى الفاعل لازم يكون plural يعني جمع فلزلك هنستبدال كلمة flower بكلمة flowers عشان تصبح هذه الجملة صحيحة. number 23. when a spining bowl bonuses sum of the energy contained in its rotation can transferred to its energy of forward motion. بيقول عندما تصطدم الكرة الدوارة او تدور او تتحرك او ترتد يعني bonuses يعني ترتد sum of the energy بعض من الطاقة التي تحتوي عليها هذه الكرة الدوارة في الحركة يمكن ان تحول طاقتها الى حركة الى الامام. ده معنى الكلام. لو بصينا على هذه الجملة هنلاقيه win ثم ver plus energy تمام ودي صفة للكلمة bowl يعني صفة لكلمة bowl اللي هي كرة الكرة الدوارة تمام وده السبجكت بتاعي. وبونسز ده الفيرب تمام معناه يرتد. طيب ايه الجملة الاولى صحيحة ايوة فيها السبجكت السباينينج بول والفيرب بونسز. جميل جدا. طيب sum of the energy بعضهم من الطاقة. كونتيند دي الصفة وليس فعل. اما الفعل الاساسي بتاعي هو كان ترانسفيرد. وبالشكل هذا يا شباب خطأ تماما. لان احنا عارفين ان كل اللي هي الافعال الناقصة بيجو وراء انفينيتف يعني فعل في المصدر. فازاي حضرتك جايب لفعل اسمه ترانسفيرد. ما ينفعش ابدا الاستبدال الصحيح او الاختيار الصحيح هو استبدال كلمة ترانسفيرد بكلمة ترانسفيرد التي تأتي خلف الموضل فربيس لانه فعل في المصدر تصبح هذه الجملة صحيحة فيجب استبدال كلمة ترانسفيرد لتصبح الجملة صحيحة. نمبر 24. one values products of mask deer is mask which comes from glandes near the and is used in medicines and perfumes. احد المنتجات الهامة جدا لغزلان المسك هو المسك نفسه تمام? الذي يمكن ان ينتج من غدة قريبة من بطن الذكر لهذا النوع من الغزلان والذي يستخدم في الاغراض الطبية وايضا في البرفنات اللي هي في الروائح والعطور. ده معنى الكلام. لو عمدت التحليل وركز معي في الجملة دي الجملة دي مهمة جدا. نلاقي one values بالشكل ده غلط. اول تفكير هيجي في زهنك هتقول ان values ده جمع one مفرد فلازم تبقى one value. ده خطأ. ليه بقى? لان حضرتك عندك فعل هنا اسمه is. تمام? راجع على product. والproduct هو ده الفاعل بتاعي. المنتج ذو القيمة. لازم اقول value. يعني استخدم صفة. تمام? one value product. كل ده subject. واف ده حرف جر للماسك دير اللي هو غزال المسك. لازم اعمله حاسف من زين لان ده جره مجرور. يبقى one value product. يعني منتج ذو قيمة. is mask. بيكون المسك. وبعدين مديني جملة وصفية بعد كده. لذلك التصحيح هو استبدال كلمة values بكلمة value. عشان تكون صفة مش مفرد وجامع زي ما انت معتقد. تمام? يبقى تركز كويس جدا. لان دي صفة للاسم الموصوف product. طب one product ده هو الفاعل الحقيقي بتاعي. ما ينفعش اقول values ده فاعل. واقول لازم يكون مفرد. لا دي صفة. تقول one valued product. ما له بقى? is mask. يعني منتج ذو قيمة هو المسك. تمام? الذي ينتج من غدة قريبة من بطن ذكر ذلك النوع من الغزلان. ويستخدم في الاغراض الطبية وأيضا في العطور. يبقى استبدال كلمة values بكلمة valued هي الاجابة الصحيحة لهذه الجملة. 25. the economy of little rock arkansas is basis primary on manufacturing whole sale and retail trade and government functions. بقول الاقتصاد لتلك المدينة little rock اللي موجودة في مدينة arkansas هو قاعدة او القاعدة الاساسية. تمام? للتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والوظائف الحكومية. ده معنى الكلام. لو بصينا على هذه الجملة هنقول the economy of little rock ده السبجيكت. والاركانس ده مكان. و is basis. ما ينفعش اقول is basis بهذا الشكل. كلمة basis يعني قاعدة. تمام? ما ينفعش ابدا اقول is basis primary on. لازم اقول is based the primary on. لازم استخدم فعل هنا في صغة المبنى المجهول. بيتم الاعتماد عليه على التصنيع. يبقى is based on the manufacturing. بيعتمد على التصنيع وتجارة التجزئة والجملة وايضا ال government functions لالوظائف الحكومية. 26. the first united states citizen to become a professional sculpture was baton's lovel right which workers were executed in wax. بيقول اول مواطن امريكا الجنسية يصبح نحات محترف. هو baton's lovel right ده. الذي اعماله كانت متخصصة في اشامها. ده معنى الكلام. لو بصتين على الجملة لقى the first united states citizen the subject to become the dual muster professional sculpture كل ده جملة اسمية الغد دلوقتي جزء من الفاعل. الفاعل الاساسي بتاعي was تمام? ده الفاعل main verb يعني الفاعل الاساسي في هذه الجملة. والاسم بتاع الشخص موجود عندي. which من هنا جملة وصفية بقى. تعال نعمل الجملة الوصفية صح. عايز تقول في هذا الجزء اللي اعماله كانت متخصصة في اشامها. حضرتك لا تعتبر ابدا ان كلمة workers ده فعل. لا بالعكس هنا كلمة workers هي ناون معناها اعماله. يبقى لازم تستخدم صفة ملكية وتعتبر في هذه الحالة فاعل في الجملة التانية whose workers التي اعماله. ركز معايا الكلام ده مهم جدا. ليه بقى اعتبرت workers ده مش فاعل? لان انا عندي already فعل اسم where executed. معناها تخصصة فيه او كانت قاصرة على. تمام? ان واقس في الشمع. يبقى طالما ده فعل عندي موجود في الجملة. يبقى استحالها تكون كلمة workers ده فيرب. لذلك هنا ما تعتبرهاش فيرب. اعتبرها ناون. عايز تقول بقى اعماله. يبقى لازم تستخدم صفة ملكية مناسبة. فتقول who's بدلا من which. اما بقية الجملة فاشاية اخطاء. ان حرف جر واقس الشمع مجرور. صفة للموصوف سكالبتور. تمام? مفوش اي خطأ. طوى المصدر صحيحة في مكانها. لانها جزء من الفاعل في الجملة. والفاعل الاساسي بتاع الجملة هو was. اما التصحيح هو استبدال كلمة which بكلمة صفة ملكية للناون واركس. بيقول الطيار الكهربائي. يمكن ان يتألف من شحنات التي احيانا تكون موجبة او سالبة او كلاهما. ده معنى الكلام. لو بصنا على الجملة هنلاقي الخطأ واضح جدا في رقم a. هنقول an electric. لان بادئ بكلمة a التي تأتي قبل الكلمات التي تبدأ بحرف ساكن. اما كلمة electric بدأ بحرف vol متحرك. فلابد استبدال اداة النكرة a باداة النكرة an لتصبح هذه الجملة صحيحة. اما بقية الاشياء ما فيش مشكلة كان والمصدر صحيحة. او كلاهما ايضا صحيحة. لكن التصحيح الوحيد في هذه الجملة واستبدال اداة النكرة a باداة النكرة an لتصبح الجملة صحيح. نمبر 28. progress in the field of optically and the new kinds of glass have made it possible to construct photographic lenses with a minimum number of materials. بيقول التقدم في مجال البصريات. وانواع جديدة من الزجاج قد تم صنعها لكي تمكن من تأسيس عدسات فوتوغرافية بعدد قليل جدا من المواد الطبيعي. ده معنى الكلام. لو بصنا على تحليل هذه الجملة. progress the subject التاعي. we in the field of optically. دبعا optically هنا بالشكل ده خطأ. لازم طول off وراها ناوم بقى. ما تجيب ليش هنا ظرف. جايب optically ليه? تمام? انا عايز optics. يبقى هستبدل كلمة optically بكلمة optics لانك حطت حرف جر يبقى انا عايز ناوم بعدها. اسم مجرور يعني. تمام? لكن الظرف هنا وجوده خطأ في هذه الجملة. تمام? اما الفعل بتاعي have made it possible. جعل من الممكن. طول مصدر صحيحة في مكانها. لان دي قاعدة فاعل ثم صفة ثم طول مصدر. صحيحة ما فاش مشكلة. ومنممم نمبر يعني اه عدد قليل جدا ونمبر ده يجي قدام وادات النكرة قاله انه اسم مفرد. ومنمم دي صفة لهذا الاسم. اذا الجملة صحيحة ما عادة كلمة optically اللي هي ظرف لازم تستبدل باسم. فحط مكانها اوبتيكس. نمبر تويني ناين. في الطبيعة. بيقول التوزيع للنباتات بشكل واضح جدا يرجع الى المناخ. يعني المناخ هو المسؤول عن توزيع انواع النباتات. طيب. لو بصنا على الجملة عندي اين جر ومجرور في الجملة الاولى ودي جملة اعتراضية مستقلة بذاتها. الفاعل بقى. ما تقوليش حضرتك جبت ذا يبقى حطيلي ناون مش صفة. تمام? طيب. ذا دستروبيوشن بدل دستروبيوتيف. اوف لانتس. ايز. يبقى الفاعل دستروبيوشن. وده التعديل في هذه الجملة. اوف لانتس جر ومجرور. وإز لان الفاعل مفرد. اوف ويصلي يعني بشكل واضح. ده ظرف وده فاعل او يرجع الى المناخ. اذا الجملة صحيحة في المجمل. ما عادة استبدال كلمة دستروبيوتيف بكلمة دستروبيوشن لتصبح الجملة صحيحة. صحيحة. وعنده على الاقل خمسة وثلاثين سنة من العمر او اكبر من ذلك. الذي قد عاش في امريكا لمدة على الاقل اربعتاشر سنة. ده معنى الكلام. طيب. ذا ينايت ستيتس كنستيوشن الدستوري الامريكي ذا السبجيكت. ريكويرز دا الفيرب. وزات من هنا بقى كده لغاية نهاية الجملة كل دي جملة وصفية. تمام? فيها الفاعل بتاعي بي. فيرب تو بي هنا. اناترال بورن سيتزن. طب تمام? انت جبت بي مرة هنا. طب جايبها تاني ليه جوا الجملة الوصفية. من فاش اقول ثيرتي يورز اوف ايج. يعني دي صفة للعمر. تمام? يبقى حط الصفة بدون بي ايضا. ليه ليس هناك داعي لتكرار فيرب تو بي مرة اخرى داخل هذه الجملة. تمام? ورجع استخدم جملة وصفية اخرى بعد الجملة الاولى الذي قد عاش في الولايات المتحدة الى اربعة على الاقل اربعتاشر سنة اقل حد. تمام? يبقى هنا التصحيح لهذه الجملة. هو حزف كلمة بي التي تكررت سابقا داخل الجملة الوصفية الاولى التي استخدمنا فيها ذات وترتيب الجملة الوصفية صحيح. بورن سيتزن صحيحة لان دي كنباوند اجيكتف ناترال بورن صفة مركبة. وده الاسم الموصوف وهو مفرد. اذا دي صحيحة مفراش مشكلة. اما الخطأ فقط هو استبدال او حزف كلمة بي لتصبح هذه الجملة صحيح. ثيرتي وان. هاو ميني بيبور ريالايز ذات مارجوري كينان رولينجز ذايرلينج is a major literary classic and an important contribute to regional literature. هو بيسأل هنا وبيخترح بيقول كم عدد الناس الذين يدركون ان ذلك الاديب مارجوري تمام هو اديب كلاسيكي سانوي تمام وله دور هام جدا او مساهمة هامة جدا في الادب الاقليمي. ده معنى الكلام. ده طبعا سؤال بجملة استفاهمية. فاعل صحيح بيبور موجود وعندي الفعل is تمام. والليتراري كلاسيك يبقى ايضا كلاسيكي ادبي ودي الصفة وده اسم موصوف. وان امبورتنط كونتروبيوت. حضرك جايب هنا السؤال. في حاجة للفعل. انا عندي في جملة الوصفية الفعل is already موجود. لما اقول ان امبورتنط لازم اقول كونتروبيوشن. يعني اسهام هام او مساهمة هامة جدا في الادب الاقليمي. يبقى لازم استبدل الفعل contribute. لتصبح الجملة صحيح. ليه? لان جاي قبله صفة اسمها important. تمام? يبقى لازم اجيب باسم موصوف لهذه الصفة. يبقى لازم استبدل على طول كده يا شباب كلمة contribute بكلمة contribution لتصبح الجملة صحيح. 32. ensuring an adequate water supply have been a concern ever since people began to live in towns and cities. بيقول التأكيد على الامداد الكافي من المياه. اصبح ضرورة هامة منذ ان اصبح الناس يعيشون او بدأ الناس يعيشون في المدن والمدن الكبيرة. ده معنى الكلام. طيب. فين الخطأ في هزي الجملة? ensuring the subject بتاعي. تمام? an adequate water supply. كل ده subject بتاعي. طيب ال subject ده فاعل مفرد ولا جمع? حضرتك ده فاعل مفرد. التأكيد على الامداد من المياه العادل والكافي. كل ده subject و singular. يبقى الفعل هاف ازاي يجي بهذا الشكل? لازم اقول هاز بن. هاز بن. وليس هاف بن. هاف تأتي مع الفاعل الجمع. وانا بتكلم عن singular. يبقى لابد استبدال كلمة هاف بكلمة هاز لتصبح الجملة صحيحة. ever since الرابطة بتاعتي مفاش مشكلة. people is subject بتاعي في جملة تانية. we began the verb بتاعي في الجملة تانية. اذا الجملة صحيحة فاش مشكلة. ولكن الزمن او الفاعل محتوط خطأ. لازم نستبدل كلمة هاف بكلمة هاز التي تتماشى مع الفاعل المفرد لتصبح الجملة صحيح. number 33. the most substances expand in volume when they are heated. بيقول معظم المواد تتمدد في الحجم وتزيد في الحجم عندما تسخن. طيب حلو الكلام. لو بصنا على الجملة الاولى هنلاقي the most صيغة التفضيل. وهذا الشكل في هذا المكان خطأ تماما. لازم على طول حضرتك تحزف كلمة ذا لانك ما بتعملش superlative. مفيش تفضيل. انت بحتاج فقط الصفة most معظم. السبستانسز عشان تكون فاعل. most substances ده السبجكت. واكسباند ده الفيرب بتاعي. وان في الحجم ده جر ومجرور. وخلصت الجملة الاولى كده. نروح على الكنكتور ونلاقي بعدها السبجكت زي. وارهيتد الفيرب في هذه الجملة الثانية. اذا عندي to close. والكنكتور هوين. الفاعل في الجملة الثانية وارهيتد الفيرب. اما most substances ده السبجكت. هو حتطلق غلط بقى. حتطلق صيغة التفضيل. the most. فانت تشوف the most في الاختبار تقول ده صح. برافو عليك. فاش مشكلة نشوف غيرها. خطأ يا شباب. most فقط هي الاجابة السليمة. ولا بد ان نحزف the حتى نمنع وجود التفضيل في هذه الجملة. لان السوبر لاتف في موقعها هنا خطأ. انا فقط محتاج اقول معظم المواد. يبقى اقول most substance. number 34. due to sophisticated transportation networks. people can now buy the same types of appreciable gods in Toronto like in new york city. بيقول نتيجة لي وسائل وشبكات المواصلات المتطورة. كلمة sophisticated بتصوى developed يعني متطورة. people can now buy the same types. يمكن الان للناس ان تشتري وتبيع يعني. تمام. اه انواع مختلفة قابلة للتلف من البضايع. يعني البضايع اللي بتتلف بسرعة. زي الخضروات يعني. في مدينة تورونتو مثلها مثل مدينة نيويورك. طيب. فين الخطأ في هذه الجملة. انا عند الرابطة due to. تمام. وبعدين ناون sophisticated transportation networks. دي كلها صفة وموصوف. يبقى ناون. واليوتيوب ييجي وراء هذا الكلام. طيب. الجملة التانية people can now buy. can والمصدر. تمام? ال people subject وcan model verb. وبعدين كلمة buy. ده المصدر بتاعي صحيح. تماما. طيب. اما ليه المشكلة هنا? ما فيش اي مشكلة غير دلوقتي الرابطة صحيحة. وبيبل فاعل صحيح. دي صفة وموصوف. صفة يعني قابل للتلف. الخطأ يا شباب في كلمة like. حضرتك ذكرت ما بين السطور كلمة the same. تمام? وخطمة بينها وبين as كلمة types of appreciable goods in Toronto. as. لازم تقول as في هذا المكان. the same as. دايما the same مرتبطة ب as. يبقى لازم هستبدل كلمة like عشان تصبح هذه جملة سليمة. حط مكانها كلمة as لتصبح هذه الجملة صحيح. بيقول الانهار الجليدية التي تنحدر وتتطور نير بالقرب من القطبين الشمالي والجنوبي بتتقدم في البحر. يعني بتدخل مئة البحر. وتنقسم الى قطع. وتصبح وتكون جبالا جليدية. ده معنى الكلام. تعال شوف الجملة بقى مظبوطة. the subject. ورح احطتلي جملة وصفية بعده تمام. مالها بقى لغاية هنا كده. تمام? بيقول لي بقى في هذه الجملة الوصفية develop that develop. ده بتاعي. اللي هو الرابطة اللي رسالة. وdevelop الفعل. حط بقى ما تحط ليش بقى ظرف هنا. الظرف دايما بيجي قبل الفعل في معظم الاحيان. تمام? لما يكون منعر يجي بعده. طيب هنا ده المفروض نير. حضرك عايز تقول بالقرب من قطبي الشمالي والجنوبي. القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي. يبقى نير وليس نيري. تمام? اما بقية الجمل صحيحة. في عطف موجود. اه عندي هنا الرابطة التنسيقية اند. جاء قبلها بريك فعل. وايضا بيكان فعل. وادفانس ايضا فعل. تمام? بيتقدم الى. يبقى هنا في عطف ايضا والعطف صحيح. جاء ادفانس يتقدم. وبريك يتكسر الى. ويصبح الى جبال جليدية. يبقى الخطأ الوحيد اللي موجودة عندي في الخيارات. هو استبدال الظرف نيري. بالصفة نير. اللي معناها قريب من. بيقول حتميا ولازم مثل ثقافة الانسان ما تغيرت بمرور الوقت ايضا تتغير البيئة. ده معنى الكلام. طيب. از انفتيبلي از مفهاش مشكلة ده تساوي صفة واحدة. في شيء امامة بين ثقافة الانسان والبيئة. طيب. هز تشينجد الفعل بتاعي وهو صحيح. وبيجوار بير بلاس ايضا ايضا. واف جر ومجرور. بس تعال بقى سو ما تحط ليش داز بقى. ليه جايب داز هنا. حضرك الفعل الاساسي اللي انت المفروض تاخد منه الفعل بتاعك في الجملة التانية بعد سو هو هز. فاللازم تقول لازم نستبدل. الفعل داز بالفعل هز لتصبح الجملة صحيح. 37. for some purposes it is convenient to think of a surface as the locus generated when a line straight or a curve moved through space in a prescribed manner. بيقول لبعض الاسباب والاغراض. انه المناسب جدا التفكير في سطح معين حضرتك رسمت عليه او حتى كمان انشأت عليه موقع معين لخط مستقيم او حتى منحنى من الفضاء بشكل او بطريقة اه محددة. تمام? طيب. لو بصينا على هز الجملة ده جر ومجرور for some purposes. تمام? والمفروض في كومة هنا كمان. it is convenient انه من الملائم او المناسب ان تفكر صحيح مفهاش مشكلة. لكن الجملة اتنين او رقم بيه بقى a line straight. لازم حضرتك تحط الصفة قبل الموصوف. فلازم تقول a straight line. يعني خط مستقيم. تمام? فما ينفعش ابدا انا اجيبي الناون قبل الصفة. الصفة تسبق الموصوف في اللغة الانجليزية. فكلمة straight معناها مستقيم. ودي صفة حضرتك. لازم تسبق الاسم line. اما بقيت الخيارات move through يتحرك من خلال صحيحة. prescribed manner بطريقة محددة صفة وموصوف. مفهاش اي مشكلة. اذا التصحيح فقط لهذه الجملة. هو استبدال موقع الصفة مع الاسم موصوف. فلازم اقول a straight line. 38. a significant proportions of the plants and animals of Hawaii exists nowhere else in the world. بيقول الحجم العظيم والهائل. للنباتات اللي موجودة في جزيرة هواي لا يوجد مثله في العالم كله. ده معنى الكلام. لو بصينا على التصحيح في هذه الجملة وتحليل هذه الجملة. a significant proportions يعني الحجم الهائل. حضرتك بتتكلم على a. يعني بمعنى اصح اللي جاي وراها مفرد. فازاي تضيف الاس كلمة proportion. لازم تقول proportion فقط. يعني حجم هائل. مش حجوم او احجام هائلة. لازم حضرتك تحذف كلمة الاس او حرف الاس من الكلمة. عشان تخليها مفرد. يتناسب مع حرف او اداة الناكرة a التي سبقت الصفة. للاسم الموصوف proportion اللي معناه حجم. فتقول a significant proportion. اما بقيت الخيارات ما فيهاش مشكلة in the world. في العالم جر ومجرور. nowhere else في مكان اخر. ووف هواي لجزيرة هواي ايضا جر ومجرور. فاش اي مشكلة ابدا. فقط كلمة او اداة الناكرة a يتبعها اسم مفرد. فلابد من حسف الاس التي تشير الى جامع لتصبح الجملة صحية. 39. mass advertising is impolite. when person to person selling is impractical. impossible or simply inefficiency. بيقول يتم توظيف الاعلانات الجماعية. mass advertising يعني اعلانات جماعية. بيتم توظيفها اذا ما كان طريقة البيع من الشخص الى الشخص غير عملية جدا. وايضا مستحيلة. وبشكل بسيط جدا غير كفء. تمام يعني هذه العملية فشلة يعني. بيستبدل بالاعلانات الجماعية. طيب لو بصنا على هزي الجملة وتحليلها. mass advertising. ده الفعل بتاعي. is impolite بتوظف. ده الفيرب بتاعي. جيبقى الجملة الاولى صحيحة. when ده الكنكتور بتاعي. person to person selling. اللي هو البيع من شخص الى شخص مباشرة. face to face يعني. ده بتاع هزي الجملة. is الفعل بتاعي. وبعد ان بدأ الراجل يكرر صفات هنا. impractical غير عملي. impossible. مستحيل. واسبك بقى بالصفة. simple عشان هو اجيبها يلقبطك بيها. انا اعيني على الصفة المفروض هنا. inefficiency يعني عدم كفاءة. انا محتاج اقول غير كفء. لازم احول هذا الناون يا شباب الى صفة. لازم يكون صفة adjective. ليه يكون صفة? لان حضرتك هنا جايب الصفة impractical. وعطفت عليها كمان. وعندي or. واللي يجي قبل or. لازم يبقى شابه اللي بعده. يبقى لازم اقول inefficient. وليس inefficiency. لان ده ناون بالشكل ده انا عايز اخليه adjective صفة. واحد يقول يوم ما دي ايه? ده ظرف جاي يوصف الصفة. ملناش دعو بيه خالص تماما. المهم ان انا عنده صفة هنا. التركة دي بتتكرر كتير يجي لك ظرف. ثم صفة عشان يلقبطك. فتقول اللي غلط. لا. اعتبر الظرف ده مش موجود تماما. المهم فيه صفة impractical. وعندي impossible يبقى inefficient. هذا هو التصحيح لهذه 40. ميكسيكان جامبينج بينز are actually seeds in which contain موثيز ليرفي. whose activity causes the seeds to jump. بيقول عجوب القفز المكسيكية هي فعلا بعض من البذور التي تحتوي على بطر العتة او حاط العتة التي بسبب نشاطها تقفز تلك البذور او تلك النباتات. لذلك البذور بتقفز بسبب وجود فطر او يرقات العتة اللي موجودة جواها. واللي بتسبب حركتها بتحس ان هذه البذور بتقفز. ده معنى الكلام. طيب لو بصنا على تحليل الجملة Mexican jumping beans that subject. والفاعل جمع. برولر. خد الفعل are صحيح تماما. actually seeds. هو بيوصف ذا بيقول هي بتكون فعلا بذور. طيب دي الجملة الاولى. ومن هنا كده بدأ يعمل عملية وصف. adjective close. مستخدم حرف الجر قبل الرابطة الوصفية which. تمام? وكونتينز ده الفيرب بتاعي في الجملة الوصفية. تمام? طيب ما ينفعش بقى اجيب who's هنا جوا في هزي الجملة الوصفية. انا بقى عمل جملة وصفية يبقى دي الرابطة ودي الفعل. واحد يقولي الفاعل فين? اقول له الرابطة ذاتها هي فاعل في هزي الجملة الوصفية. يبقى which قامت بدورين. رابطة وفاعل. تمام? طيب يبقى هذا الفيرب اذا الجملة الوصفية صحية. وكمان جملة وصفية بقى. لانك بتقول التي تسبب ان هذه البزور بتقفز. يبقى لات ان تقول that مش who's. فتقول that activity. causes. الذي ذلك النشاط بيسبب عملية القفز يعني ان هذه البزور بتقفز. تمام? يبقى هنستبدل كلمة who's وهي صفة ملكية. وموضحها خاطئ في هذه الجملة. بكلمة ذات. الرابطة الوصفية التي تقوم بدور فاعل. والفعل كوزيس لهذه الجملة. ودي اخر جملة معنا لتصبح هذه الجملة صحيحة. بس حابب اتكلم معاكو قبل ما ننتهي. ولو وصلت معايا لهذا الجزء. فحضرتك يعني من الناس المتابعين الجايدين. ارق تحياتي اليك. لو وصلت معنا لهذا الجزء. سدقوني يا شباب بنشتغل معاكو بقمة الضمير والاخلاص ربنا اللي يعلم. وبتمنى ننال اعجابكم باستمرار ودائما. بفكر الفترة اللي جاية وحضرتكم شاركين معايا في هذه القناة. ولنا رأيكم في التعليقات على الجزء المهم اللي انا بتكلم فيه حاليا. لو حضرتك حابب ان احنا نغير على سكشن تاني يعني قسم تاني. احنا اصفدنا بشكل كبير الفترة طويلة اللي فاتت. على قسم. انا راغب في رأيي انا ان احنا نشتغل شوية على الريدنج. وبعد كده ننتقل على الريتنج ايضا وكمان الليسنج في اقصام اخرى. لو شايف ان احنا نبدأ من الفيديو اللي جاي على الريدنج. عرفني في التعليقات. سيبلي الكلام ده في التعليقات. ارق التحيات الى جميع متابعي قناة سمارت انجليش. من جميع الدول العربية ومن مصر. لكم منا كل التحية والتقدير واحترام. كان معكم انور زي من قناة سمارت انجليش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.